غداً تصبح فنلندا بشكل رسمي عضواً في حلف الناتو نختم بهذا الأمر فنلندا في حلف الناتو وهذا متوقع ومحشوب والشويد قادمة أيضاً إلى حلف الناتو ستكون عضواً فيها أكيد ودول أخرى ليست في البال الآن ستنضم إلى حلف الناتو يعني لا نستطيع أن نصرح شو سر يعني؟ لا لا هو ليس سر لكن لنكون مشؤولين عن الكلام في مستقبل وفاجأة؟ لا لا يعني دول مطروحة يعني للانضمام وهي؟ ما رح تأخذها مني يعني لكن أنا أقول أنه من خلال يكون بشر الأسد لنضموه للناتو بعدها ناقص هذا مشكير راح انتهى موضوعه ولا انتهى ولا شيء ما هي عم برجعوا إلى معوه يعاومه أي تعويم أستاذ أي تعويم بشار الأسد لن يدور على الإطلاق لأسباب بسيطة جداً يدركها الخاصي والداني لا تحتاج إلى محل العسكري ولا إلى محل الاستراتيجي تحتاج إلى فقط من يراقب الأرض في سوريا من أين يستطيع بشار الأسد مع كل هذه التحركات التي قام بها أن يطعم السوريين وخاصة إذا عاد اللاجئون لدور الأسد وعاد اللاجئون من أين يطعمهم انتهت تداعيات انضمام فنلندا إلى الناتو؟ لن نكون أمام تداعيات مع مضاعفة الحدود البرية بين دول الناتو وروسيا؟ لا بد ما روسيا ستوجد عثرات وتوجد يعني بعض المحاولة اختراق هذه الحالة لكن فنلندا عامل جديد لصدام روسي مع الناتو؟ لا أعتقد أنها ترتقي إلى هذا المشتوى لكن سنرى ارتدادات عادية جداً ومتوقعة من روسيا لكن لا تأثير لها حتى لو نشرت قوات عسكرية من الناتو في فنلندا؟ أمين عامل ناتو قال ما في طلب رسمي حتى الآن من فنلندا؟ يا أستاذي أمريكا لاحظ أنت أن أمريكا والغرب بشكل عام وحلف الناتو كل ما قدم من أسلحة لأوكرانيا هي أسلحة دفاعية هي أسلحة دفاعية يعني بمعنى أن أمريكا تقدر الحدود بخطوط حمراء وتلعب ضمنها وقلناها كثيراً أن انتصار أمريكا وبالتالي انتصار حلف الناتو يأتي بإطالة زمن الحرب مع روسيا إلى حين استنزافها وما ضم في فنلندا إلا من ضمن هذه الخطوط الحمراء عدم تجاوزها لن ترسل قوات إلى فنلندا بهذا التوقيت بالذات ترجمة نانسي قنقر